السلام عليكم في هذا الفيديو سوف نشاهد معكم الوصفة في الكوزينة التي هي الشمية والقلب اللوس سوف نعطيكم وصفة ناشحة بيب من المياه وعلى دمانتي السر الأول لكي نجح لك الشمية والقلب هي النوعية للسميت لا تشعروا هذه الميزة تشعروا سميت نشاهدوا كيف لا أريدكم فيها يأتي بخيس كي يشبه للشيشة يأتي غليت بالكثير الحاجة الزوجة هنا نريكم في الكاس اللي أنا عبرت به تعبري بكاس بغرفية بحاجة اللي تساعدك الحسب البلاة والحاجة الزوجة هي ما خيسهاش تشغل أيضا خيسك تديري سميت في البلاة والديري سبعك خيس يتغطى غير تفورت لكي كما أنا عارفوه سميت يشرب كاين بزاف اللي تنحشى لهم تقول لك اللار قيقة بزاف تبدأ تزيد ولا تصغر البلاة من بعد كيت طيبها تنتفخ وغادي نزيد ونديرو فيها الحشو قلت لكم الحاجة اللي أولا اللي هي السميت شرو سميت على الميزان والحاجة الزوجة ديرو سميت تحكم في البلاة وعبرو يلق سميت تحكم يغطى غير تفور ما يغطيش قعل السبع يغطى غير تفور كدت عبرو السميت تحكم ويغطى لكم تفور هذيك الكوانتيتي تح السميت عبروها في كاس ولا في غرفية ولا لا الإسانسيال خاصها تجيب لكم تلت عبار حكمو تلت عبار سميت اغلاد زيدو عليها الرشة تعل الملح باش قعل الشامية تطول لكم فوق سيمان ولا ما تخسر لكمش وزيدو عليها مغرف كبيرة لفاني ما تديروش لفاني هذي كليكيد ديرو لفاني تعل البودغ بدو كنوري لكم أنا لفاني اللي نخدم بيها نفس الحاجة اللي عبرتوا بيها السميت ديرو الربوعة تاحة الربوعة مش النص الربوعة تاحة سمن يكون دايب معليش يكون حامي وتقارع ولا حتى يبرد غير دوبوه في الميكون ولا في كاسخون وكبوه فوق هذك السميت وقعدوا تبسوا فيه كما نبسوا المقروض ولا نبسوا المبسس اسما يوتي هربو لكي يكون سجل معاكم قعدوا تبسوا في هذك السميت تاحكم تلتع بارتع سميد مع رشة ملح مع لفاني مع ربوعة الكاس تاع السمن بسوهم اللي يحب يديكم ماشي تعجنوهم كشو غير تحكم في بعضياتكم باش هذك السمن يدخل في السميد هذي المرحلة اللولة كملنا معها تحكم ميكسر ولا اشواغ تجيبي زوج عبار تاح السكر غير عبر لي كيلتي بيه السميد وكيلتي بيه السمن ديري زوج عبار تاح السكر في عبر في عبر نصه ماء نصه مازهر انا مادرت تقع نص ماء لخدش ما نبغيش لقوطها المازهر الماء يكون طابخ مش شي ما بارد ماء يكون طابخ ميكسيهم بالميكسر ولكن كما انا في الاشواغ عجزت عن الميكسر الإسانسيال هذك السكر والماء يكون لك شغل كمال مايوناز هذا هو السر الزوج اللي بزاف ما يقوله لكم ش تعليق لها المحامي ولا ما الأفضل إلا كنت خطرتك اللولة ديري قلب اللوذ أحكي ميكسر صغر ديري فيها الماء وديري فيها السكر وديريها فوق النار بس كدي بلي هذك الماء ستعكرها طابخ ونبعد كما تفوت عليها بالميكسر وانا في الاشواغ وزيدوا عليهم مغرف تحليب خطوة اختيارية هذي تبغوا تديرها تبغوا ما تديروه بفاح تدير إضافة شربة من المره لديكم هذك الخاليط تحكم قلت لكم بالميكسر او بالاشواغ كبوه فوق السميد تحكم وخلطوه بالمغرف متخدموش كعب يديكم ولا تعجنوه ولا السمية ما تتنعجنش كبو هذك الخاليط تحكم هو حامي وخلطوه بمغرف ولا سباتيولات ولا بأي حاجة خلطوه بيه وهو حامي غطوه بورسة باش يعرج باش هذك السميد تحكم يشرب كما نعرفو السميد صامتة باش يشرب كانت كاين بزاف يدروا دوكلوصفات يدروا بارد في بارد ويزدوا ما يغطوه بورسة ما يشربش سميد ما يشربش وكما تضيلي لهش المهامي وتغطيه باش يعرج ما تجيكش كعشام يشبه خلطتها وغطيتها بساشي ونخليها تباتيولة كاملة صعي متحلو عليها متشوفوها ما ولونسوها غطوها وخلوها نروحو نوجدو الشاربات كل ما تبطى كل ما تولي شابة ماذا بيك وجديها ليلا قبل وخليها في فرجيتها شا نديرو فشاربات سعنا نديرو كاز وربع تحسكر في ربح كيسان ما سهلا ياك سهلا متخموز قاعدين نخلي لكم الوصفة مرتوبة في صندق الوصف شوفوا كاز وربع تحسكر زيدو لها ربح كيسان تعمى وديرو فوق النار يغلي من يبدأ يغلي يبدأ يبقبق يدير في هادوك الفقاعات حسبو له عشرة دقايق من مور إذا حسبو له عشرة دقايق حكمو نص كاز تح ما ظهر يكون بارد كبوه في ذاك الخالد وخلوه يعاود يطبخ بس كل ما ظهر غادي برد هذيك الشاربات غادي هوود لها درجة حارة تحا خلوه يعاود يغلي وطفو عليه وخلوه حتى تبرد فوق القاس ما تقلقوش عليها من موري تبرد ديريها في قرعه ولا في غراف ولا في اي حاجة وديريها في الجدار وخليها هي تنتبت حتى الغدو ان شاء الله الحشو هنا دروك اختياري تبغيت ديري لها الحشو ديري كيما درت انا تبغيت خليها بلا حشو وخليها بلا حشو تجيك نورما كيما هذي كشانية السامب اللي تنبع في رمضان عادي وانا خطرات ما ندلهاش كيما هكا في الوسط الحشو هذي اللوز نطحنه نطحنه شوية غلط ونخلطها مع السميد في المرحلة اللولة اللي وريزها لكم ثاني يجيبني انتولي وانما ترفضي من غرف تلقي فيها اللوز بصح الحشو اللي جبته لكم اليوم سبيسيال كيما سعلي تنبع برا شفتو انا في الدار ديفو تقولي ماليش تعبر جيوم كيشو المارون حشو تاعة ماشي كمتاعنا السر غيره في المغرفة الكاكاو درت هنا كونتيتي تعلوز خلوها بجلها خامة ديروش هذي اللوز لبيض وإلا درتو كوكاو وقلوه بصكو الكوكاو يطلق اغير قولو كان متقليش درت كونتيتي تعلوز ودرت معها مغرفة الكاكاو بني ماشي أسود بصكو هذي النوع يمرر ديرو الكاكاو البني المارون ومكسوهم فرحبا ولكن عندكم اللوز ديجام مطحون ما غديش عودوا بطحنه نورمال خلطوهم هكا في طبسة ولا جبرو هذي المغرفة الكاكاو مع هذك اللوز ديحكم ولا الكوكا وليكن مطحون وخلوهم هم ثاني على الجيحة بشخدو ان شاء الله كي تجي طيبها ما تلغبنيش ما معينك متقل توسخي في ما معين مولو كل شي راهواجد الشامية روناها الشربت راهيواجدة وهو الحشو راهواجد ويجينا للصباح اليوم في الصباح هذي زعمان اليوم زعمان هالي طيبتها في الصباح هذي كسوال حكول شي وجدهم في الليل وصباح شا غدي نديرو نجيبو هذك السمي دي تاعنا اللي روناه غدي نلقوه شو مع اللي راه البرد هذي المرحلة ديروها غير في الصي في المشتة ما في الصيف مي وليش عندكم هذك البرونام دروك ما خلطنا دك السمي تاعنا كي غدي نجيبوه غدي نلقوه شوية شوية قصاح غير شوية احنا بسكرا هالبردسي نعمال احنا باش نعاودو نردو درجة الحرارة تحت هذك السميد هذك الخالات نحكمو زوج مغارف تاع سمن ولا مغرف كبيرة تاع سمن مع زوج مغارف تاع مازحر ندوبوهم في الميكخون ولا في كاسخون ونعاودو نكوبوهم على هذيك الشاميات تاعنا ولا قلب اللوت ونخلطوهم باش نعاودو ردو درجة الخالات تعاودي لك انت كاش حابة صقرها كهاربا من ولا من مشي دايبة ولا كاش سميدها كبدي ينشوف النولة يعاودي يودي لكم الخالات كيما البارح في الليل يعاودي يطلق روحح ها هو الحشو اللي ختمناه البارح فرحة بف الليل على بل اللي في الليل عندي الاضاءة رايجي بالخير ماشي كع شابه شوفو اليوم سباح كراهيبان شباب نحكمو شوية شوية من الخالات تاع الشامية نخلطوه مع هذك الخالات علاش نخلطوه مع هذك الخالات كون ما تديروش هذ المرحلة من طيب الشامية تحكمو وتبغوا تسربوها في الطباثة تتسيبار لكم طرف اللوول يقعد في واحدة والطرف الزاوج واحدة وهذاك الحشو يقعد في فرقة بس احكين ديرونا شوية من هذك السميد اللي انا ديرين فيه سمن وصكر وقع هذك الخالات تاعنا يلسقن ما بين طبقة التحسانية والطبقة الفوغانية ما تحدوش كونتيتي كبيرة ومبعدان يتحسلو يجيكم قليل كي تديرو طبقة تحتانية والطبقة الفوغانية لا تدو قد مقدار تح مخرف كبيرة بزيف غيب الشوية كشوية غي تندى لكم هكا هذك الخالات مش يتحس بوزع ما قاعد شمخوه ولا تردوه امبات لا لخش ما يقتكمش الخالات غير شوية نجيبو 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 هنالك من شوفو فوق السميدة نجيبو نجيبو هذك مستخى هذك محرق قبل من شوية بانينة ونجيبو لا تنسوا الوصفة تنسوا كل شيئ نجيبو 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 ونجيبو نجيبو نجيبو فرشوا طبقة握 لنا نفرشوا ونقامون تساحفوا فيها غير بشوية من costing time ولكن وعندما فرشوا طبقة تساحفوا إلى بشيء fil تسحفوا فيه غير بشوية كما هاك حتى تغطى لكم قاعدة كطابقة و بعد جيبوا مغرف وحطوا حديكم كيس تعمة ولا سبالة ولا قاعدوا تشمخوا في ديك المغرف باش تسقموا السطح سقموا قاعدوا نيفو واحد عدوك شغل ليس و جيبوا خدمة و قطعوا لها ديك الشامية تحكم غير ملفوك ما تبصلوش الخدمة حتى للتسحك شغلية طبقة الفقانية هاكا غير حدوها ولكن ساعدكم قونتيتي تعلو تديروها ولا تاكوكا ولا مكان عندكم والو ما تديرو والو ودهنو السطح بثمن يكون دايب دهنوه بيان شغل شربوه غاية بثمن قبل ما ندخلوها الفور الفور تعنا يكون حامي ديكا مقبل على 180 درجة ديروها تطلبلكم تحت من تبدأ تحمر في الجناب شعلو عليها من فوق وخلوها تتحمر ها هي الشامية تاعي من موري طابتلي انا نساولكم من قلب الحادث في الفور شوفوا ما شاء الله كي تجي وهي حامية هاكا تمتم جيبوا ديك الشربت تحكم لي بيتناها البرح في فريجيدر تكون باردة انا استعمل الطريقة تاع القرعان نتقو بالقرعان ونبدأ ندير بيها في الشربت جيني فاسيل بدو تتقو في الشربت بدو تتقو في الشامية تحكم حتى اللي تعاوموها الفور تحكم يكون طافي ردوها في الفور وهو طافي ويكون حامي كيف تشرب قاعدك القانتية عاودوا ها شربوها العاودوا jan situação حكم اذا الشربوها على القياطة من خاطرات ترت Linda ويشربوها تتحمر في الفور تردوها تجربوها تشربوها تحمر في الفور وتردوها ومن بعد في الثالية قع حموا الفور وطفوه ودخلوها وخلوها تبات ونتيجة هاي لقدامكم تعقدوا أصبح جيكم عسلة جيكم شوفوا لو كان مشي طعب الصحقتين نحت بيها من برطة جيهاش معاكم شعال مخاطرة ندير الشامية والاقل باللوج عندي بميات وصفة ويخرجوا لي شابين بصحادي مخيرة قع فيهم هاي قتلهم قع وخرهم طريق نتمنى إن شاء الله هالوصفة تسيوها وتقولوا لي بلي خرجتلكم شابة مع الياغي نقولكم تعالوا لي فروحكم بزاف وغد تلقوني كاسبتلكم الوصفة في صندوق الوصف تعالوا لي فروحكم بزاف بزاف متنسوش خلولي جامكم وتخشبكم كما كيفكم باي